مرحب فيكم مجدداً مشاهدينا والحديث عن مصابقة منتدى الحوار الفلسطيني على مستوى الوطن لمدارس فلسطين وهذا المشروع بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمشاركة أكثر من 200 مدرسة بتمثيل 16 مديرية تتنافس على 3 مراتب أو حتى 6 مراتب يمكن الأولى يعني هيك ثم تسميتهم اتمنت كل مدرية أو مدرسة قضية جدلية سياسية اجتماعية ثقافية للطلبة في المدارس بيحسوا أن هذا موضوع مهم وكما يصبح هناك حوار متبادل عنه اليوم بسعدنا نصالة الضوء على هذا المشروع من مؤسسة أفكار وأيضاً بحضور المرتبة الأولى وهي مدرية أريحة الله يصبحكم الخير وضيفنا الكرام ستكون معنا اليوم ياسمين نجوم هي من مدرسة بنات العوجة الثانوية تابع على مدرية أريحة وأيضاً الأستاذ عودة زهران مدير عام مؤسسة أفكار أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بكي بداية يعني نقول ليسمين مبروك إلي كل المجموع اللي شاركت فيها الله يبارك فيك وحبين من خلالك نتعرف على التجربة إذا ما سمحنا أستاذ عودة في البداية تحكي لنا إيش العنوان الرئيسي اللي اخترتو للحوار بداية مشروع المناظرة يعني كان هدفه أو كفكرة كانت عبارة عن تناظر فريقين بدك تحكي عن موضوع معين مؤيد معارض أنت بدك تقنع بموضوع معين أهدافه كانت بتصب بشكل مباشر يعني على الطالب بتطوير أفكار من هالجانب كانت عبارة عن تجربة رائعة جداً تحكي لكي الموضوع اللي اخترتو تتناقشو فيه احنا عنا موضوع بيكون مسلم أكثر من موضوع احنا تناقشنا فيه نهاية كان عنا موضوعنا جرائم الشرف احنا كانت فكرتنا انه احنا مؤيدين لمعاقبة مرتكب جريمة الشرف واعتبارها مثل اي جريمة اخرى اشتغلنا على الموضوع يعني بحث قراءة طبعا هو الموضوع بشكل عام بده يعني بحث الا انه في النهاية بيعتمد على اسلوب الطالب يعني برجع لشخصية الطالب بشكل كبير اسلوب الطالب في التعامل مع المعلومات في التعامل مع الافكار استاذ عودة تحكي لنا يعني بنخلال اكيد اطلاعك على كمان تجارب مختلفة للشباب بدنا نبدأ من اخر نقطة بس شوفت هاي المجموعات من مدريات مختلفة طلاب يعني قاعدة واسعة كمان من خلفيات اكيد مختلفة بنقشوا بموضوع سياسيه اقتصادية اجتماعية هذا ايش بعكس بالنسبة للكم انتم في مؤسسة افكار نعم قبل ما نبلش اجاوب على سؤالك اول شي بدا اشكر الفلسطينية لانه عن جد تعطو هامش او مساحة لتقدير التعليم والثقافة والارتقاء في مستوى معين هذا اكيد دورنا يعني احنا نسعى انه نقدر نغطي هاي من دوانب يعني خلينا كمان انا اعلق على مقدمتك الجميلة اللي احنا فعلا اختتمنا في افكار المنتدى الوطني اللي هو مسابقة او البرنامج الوطني استهدفنا في 200 مدرسة زي ما اتفضلتي كانت بالشراكة اكيد مع وزارة التربية والتعليم لانه هي العنوان الرئيسي للعلم في فلسطين وكمان ايضا بدعم المؤسسة المانية اللي هي روزا لكسنبرغ استهدفنا المدريات الستعاش وبالتالي من اجل انه نطلع بالمرتبة الاولى والتانية والتالتة وكمان صار في استكمال رابعة خمسة سادسة مدرية اريحة ممثلة بياسمين فازت او حازت على المرتبة الاولى على موضوع زي ما قالت اللي هي موضوع جرائم الشرف قديش احنا في المجتمعات العربية والفلسطين طبعا جزء من المجتمعات العربية قديش احنا مننظر ومنتعامل مع هيك قضية رئيسية لو توصف لنا كيف كان هل كان بناظروا قدامكم او كان كل شخص بختاروا بعرضوا ورقة يعني عشان كنا عارفين تفاصيل اكثر نعم في الواقع المنتدى الحوار الوطني هو زي ما تقولي نسخة متطورة عن المنتدى الحوار اللي هو كان بس يكون في المدريات كانت كل مدرية تشتغل بمدارس المدريات دكور مقابل انات على موضوع معين وبالتالي كان يخرج في نتائج معينة المنتدى الوطني يختلف المنتدى الوطني على المشرف مشرف التربيه انه يحضر طلاب ويكون فيه تصفيات في المدرية يعني احنا بنشتغل في كل مدرية مع عشر مدارس وصار فيه تصفية داخلية وانتجنا مدرسة اللي هي مدرسة اللي ياسمين بتمثلها بعدين افكار ما بتتعاون مع الإدارة العاملة للأنشطة بالوزارة بتم اسقاط زي ما قالت لك ياسمين المواضيع بالقرعة على المدريات حتكون فيهنك من العدالة المواضيع اللي اخترناها هي مواضيع شيقة وربما تقوليلي انه هي مستوى عالي شوية عن الطلبة احنا قلنا لا هذا مستوى ايه فيما اذا تعرض الطلاب للبحث والقراءة وبالتالي يعني بيجيبوا معلومات كتير على الموضوع بتمكنوا مية بالمية من الموضوع وهذا دي أسألك عنه اشه الشروط اللي كان لازم يتوفر في النقاش او الطرح اللي بتقدمه المجموعة يعني ايش اللي تميز بمجموعة ياسمين على سبيل المثال هل المعلومات الوثائق تحكي لنا اكثر جميل في عنا تالت معايير او مرتكزات رئيسية في عملية التقييم اول شي المحتوى لما نقول المحتوى في عنا شقين في شق اسمه جودة الحجج المستقلة شو يعني الحجج المستقلة لما انا بدي ادعم هذا الموضوع القضية لنفترض جرائم الشرف انا بدي ادعم هذه القضية لازم يكون عندي جودة محتوى وحجج حتى انا لما اطرح لك الموضوع تقولي اه هذا موضوع فعلا ممكن انا يقرعني مش بس هيك الشق الاخر انه كمان عندي يكون في حجج تفنيدية بنسميها هون احنا منقول جوهر النقاش والمجادلة كيف يعني انا لما بس بطرح الحجج مش راح اكون فيه هناك تفاعل التفنيد بعد ما انا اطرح وبعدين انت تطرحي انا بدي افنت شو بتطرحي هذا العنصر التفنيد او من سميه الضحض ولا لايك يا سمين الضحض بتسموه من سميه الضحض اللي هو هون العنصر الديناميكي المثير اللي فعلا بعطي حيوية في النقاش لمش انا احكي لحالي وانت تحكي لحالك بصير فيه هذا التفاعل وهنا القدرة على الاقناع وتقديم البرهين والادلة هذا المرتكز الاول المرتكز التاني اللي هو الاسلوب فانا لما اقول كيف اسلوب بدي اطرح القضية اذا انا طرحته باسلوب تقليدي بحث بس انه بس قدش معلومات زي ما بقولوها بالعربي مش راح يعني يكون فيه هناك تأثير ولا حتى جلب انتباه فالاسلوب مهم جدا العرض البصري العرض المرئي باريش انتي لازم كمان ياسمين هذا اللي اصلك عنه يعني هو عم بحكي عن نقاط يعني منشعر انه محتاجة لوقت ولجهد ولمصادر معلومات قديش اخذ منكم وقت وين كنتوا تدوروا بس كنتوا تعتمدوا على الانترنت او على مصادر تانية كنا الموضوع بداية انا اول ما كان الموضوع ينطرح كنت الموضوع تخيله فكريا يعني اتعامل مع الموضوع قبل ما انا ابحث عنه مدى قناعتي في الموضوع يعني ابني موقف للموضوع بداية بعدين بيبدأ عملية البحث البحث عبارة عن قراءة او اطلاع على الموضوع انا بعتبرها البحث بده يعني انا بدي ادلة بدي حجج فقط بدي دليل على صدق كلامي او انا بدي صدق كلامي بدي دليل اما بعتبر انه فكرة انه ابحث انا عن الحجة لا انا بعتبر انه خلق الفكرة او خلق الحجة هو الافضل طبعا كل البحث له دور كبير يعني أنا اعتمدت طريقة أنه أنا بقرأ وبطلع على المعلومات كاملة يعني من إنترنت مجلات إلى آخرية لكن في النهاية أنا بجمل موقفي وفكرتي وبطرح الموضوع بطريقة الخاصة هل كان في توزيع بينكم؟ كان توزيع مهام بين المجموعة الفريق؟ طبعا كلنا كنا نعمل طبعا بفريق كامل خاصة الفريق المعي كنا متعاونين جدا أنا بعتبر أنه تعاون الفريق كان له دور كبير في النجاح كان فيه تفاهم كان عندنا خلفية ثقافية ممتازة جدا بعتبرها يعني أهم الأساس لسعادة يعني كان عندنا فرصة رائعة كمان أن نسمع من ياسمين ولكن كمان كان فيه فراء ومواضيع أخرى طريحة عائش ركزتوا كمان محاول أخرى أستاذ عده ركزنا على تمن قضايا رئيسية لتخص العالم العربي بالواقع مثال على ذلك أن العالم تقتل الثقافات المحلية هل أنت مع هذا الموضوع أو ضد هذا الموضوع فيه كمان مواضيع تانية اللي هي مثلا الدكتاتورية القوية أفضل من الديمقراطية الضعيفة أنا بدي أدعم هذا الموضوع ومثلا راند بدأت تضحد هذا الموضوع وتقول لي لا هذا مشاكل موضوع بالتالي هذه المواضيع فعلا هي ساخنة وكبيرة حتى على مستوى الطلبة بصف 11 بس النتيجة كانت بالنسبة إلنا يعني فاقت التوقعات إحنا قلنا إنه راح يكون فيهناك يعني محاججة ومناظرة ضعيفة نسبيا لأن الموضوع بحكم هنا بس بالواقع كانت مواضيع كتير جيدة وشيقة جدا هذا دليل أدي إحنا عنا طاقات يعني موجودة وطاقات كامنة موجودة في طلابنا وفي جيلنا إحنا وبدنا كمان من يسلط الضوء عليها وهي يعني واحدة الإيجابيات هذا المشروع بدي أسألك يعني كمان بكل صدق إيش كمان كان فيه أشياء اللي ممكن أنتوا حسيتوا إنه والله يعني وبالتعاون مع وزارة تربية التعليم إنه لا إحنا هذا الحكي المفروض كمان إحنا متعلموا في المدرسة إن المفترض إنه كمان هذا الشيء يخلينا نرجع للمادة نبحث عن مصادر ومعلومات إنه أنا بتذكر وقت الجامعة يعني وقت المدرسة كانوا يطلبوا مننا بحث صار الإنترنت كمان بيسهل علينا حياتنا بدون أن نجرى على معلومة موثقة أديش المشروع كشف عن ضعف في محلات مختلفة أو ممكن يكون لا بلي أسمع منك بس بصدق السؤال جميل جدا وأنا دائما بكون صادق معاك شوفي إحنا أصل مبرر وجودنا كأفكار هي إحداث اختراق في النمط التقليدي وأنا بقول تقليدي في عملية كيف نعطي المواد أنا الموضوع إنه أنا مش بس بدي معلومات أنا بدي كيف أوظف هذه المعلومات هذا المهم عندنا كمان فأفكار بتوفر فرصة للطلاب للبحث للاستخدام الفعال للأسلوب العلمي مش بس هيك كمان في هناك مهارات عند الطلاب اللي هي مهارة التفكير العليا أو تحديدا التفكير التحليلي والناقد أنا أنت بتقولي لي شغلة طب أنا بدي أحلل هل هذه الشغلة فعلا مناسبة مش مناسبة دقيقة غير دقيقة هذه تقنيات اللي بأفكار إحنا منحاول نعممها على طلاب المدارس هذا هو الموضوع هلأ التعاون مع الوزارة حقيقة تعاون عالي جدا وبالتالي هون منوجههم لتحية صحيح الإدارة العاملة للأنشطة تحديدا الأخت الهاملة محيسن تعطينا فرصة كبيرة وزي ما تقولي مفتوحة على اعتبار ندخل كل المدارس في إحداث التطوير النوعي في عملية التعلم المشروع تبعنا مش بس فقط إنه والله نشاطه ماشي هي حالة تعلمية حالة تعلمية الطالب ياسمين بتعيشها من أول الفصل لنهاية الفصل فهي بتقولك إنه إحنا على مدار فصلين كاملين عشنا التجربة عشنا هذا اللي بدنا إياه إنه مش بس فقط أسلوب تذكري زي ما إحنا بالمدارس تعلمنا وللأسف ما زال يمارس هذا النظام التقليدي محاولة مننا ومحاولة منكم محاولة من الجميع نحاول نطلع من هذا خلينا أقول الإطار التقليدي ونعطي هناك إضاءات وهذه الإضاءات من أصلا تجلية تصارت في منتدى الحوار الوطني الفلسطيني ياسمين نسمع كمان هذا الحكم طبق عليك فعلا من تجربتك الشخصية يعني أنت كنت مجموعة ولكن أنت ياسمين من خلال عملك بهذا الحوار هلأ إذا بتفكر تطرحي موضوع في المدرسة أو موضوع جديد رح تفكري بأشياء تعلمتيها وإيش أهم الأشياء؟ بداية أول ما بدينا في المشروع كانت كفكرة يعني كيف انبنت على تطور مرة على مرة صار تطور أكتر في البداية كنا موضوع نتعامل معه بشكل يعني كل مرة كانت أسلوب البحث يتطور بشكل أكبر أسلوب العرض يتطور بشكل أكبر فأنا بتوقع يعني بعد ما وصلت لها المرحلة بتوقع أنه أنا الحمد لله يعني عندي قدرة أني أي موضوع بقدر أتعامل معه في طريقتي يعني ممتاز جدا يعني والمشروع كان جدا جدا رائع مش مجرد يعني مشروع أنه أنت تتعاملي معه عادي لا بالعكس كان تطوير أفكار كان يعني أنا بعتقد أنه العمل على الفكرة يعني أو خلق الفكرة هو أهم شيء يعني في مصلحة الطالب يعني قديش كمان أنت سعيدة أنه المشاريع هاي أو الأفكار هاي من خلال برنامج أفكار بتوصل كمان لمدرسة بنات العوجة الثانوية اللي ربما متعارف أنه هي ممكن تكون هاي المناطق أقل حظا بهاي المشاريع نعم بالضبط ممتاز جدا أنه المشروع قائم على يعني بشكل أوسع وواسع جدا ووصل للجميع في بداية أنا ما كنت أتوقع يعني أنه كإحنا يعني كفريق من قرية يعني يوصل للمرتبة الأولى لكن في النهاية يعني دليل على أنه الجهود أنه قد ما أنت بتبذل مجهود أنه في النهاية بدك توصل كان ممتاز جدا يعني يعني جد يعني فخورين فيكم وأكيد موسوطين كمان عندكم نلتوا المرتبة الأولى وأكيد يعني هذا بالعكس أنتوا عندكم طاقات رائعة يعني والمشروع كشف كشف عنها تحكينا عن المناطق اللي بتستهدفوها أستاذ عودة في هذا المشروع نعم إحنا زي ما حكيت في البداية بالمشروع الوطني من استهدف 16 مدرية اللي هي على 11 محافظة بما فيها طبعا الكدس نستهدف المدارس اللي زي ما تفضلتي الأقل حظا بالتالي حتى يكون التعميم التجربة فعلا لما نقول وطني يكون شامل الكل السنة انطلقنا من 160 ل200 مدرسة وفيه كمان عندنا برامج أخرى كمان غير عن الوطني اللي بنسميه المرحلة التمهدية المرحلة التمهدية مع المشروع الوطني التنين نهدف لتنمية قدرات الطالب وتفاعله مع القضايا كمان المجتمعية مش يصف يروعه على الجامعة وهو عايش حالة اختراب ما بين إيش هو عاش في المدرسة وما بين الجامعة وحتى قضايا المجتمع وبالتالي انطلقنا ل200 مدرسة وصار فيه تصفيات خليني بس أنوه شغلي على بالنسبة للفائز الأول مضبوطة المدرية أريحة فازت بالمرتبة الأولى جنوب الخليل بالمرتبة الثانية وبيت لحم بالمرتبة الثالثة بس احنا كمان في عنا مدرية رمالة الرابعة والخامسة قلقيلة والسادسة طول كرم من الست مدريات رح يتشكل فريق وطني لما بيكون في عنا مناظرات على المستوى الإقليمية الإقليمي عفوا رح يكون جزء من الست مدريات حتى يكون فيه هناك عدل كمان أو توزيع معين محاولة وإعطاء فرص إعطاء فرص للجميع لتمثيل فلسطين وهذه تجربة رح ترجع تتكرر كمان مرة مع فئات مستهدفة نعم نفس الشيء وهون يمكن دي أسأل ياسمين إيش بتحكي كمان للطلاب اللي بيسمعوها لممكن مشروع أفكار يزورهم أو حتى يعني ممكن يكون مشاريع أخرى مبنية على أساس الحوار إيش بتحكي لهم عن أهمية المشاركة المشاركة رائعة جدا بتخدم الطالب يعني ثقافيا جدا مفيدة أنا بطلب من كل الطلاب كل طلاب المدارس يهتموا تماما بالأنشطة خاصة اللامة الهجية اللي بيعتبروها بعض الطلاب إنها مضرة أو إنها ممكن يتأثر على الجانب التعليمي إلا إنها بالعكس تماما يعني رائعة جدا وبتخدم مصلحة التعليم بتمنى كمان هاي النشاطات تتطور بشكل أكبر تتعمم بشكل أكبر الكل يشارك فيها بتمنى كمان من مؤسسة أفكار بشكرها كل الشكر بتمنى إنها تعمل دائما وتستمر في هاي العملية إنه لأنه جدا جدا يعني رائعة وفي مصلحة الطلاب جدا يعني شاركت وساهمت في العملية التعليمية بشكل تطويري للأفكار خاصة أيضا بشكر كل اللي ساهموا في تطوير هاي العملية بشكر كل اللي دعموا الطلاب اللي شاركوا بشكر الأسرة المدرسية تماما بخص بالشكر المشرفين والميسرين لهاي المشاريع بخص بالشكر الأستاذ محمد الزعرير اللي دعمنا تماما أيضا بشكر أهلي وبشكر الفريق اللي كان معي زميلاتي منال ووصال أكيد إحنا كمان نرجع تحيات لكل أشخاص والمديريات اللي شاركت والطلاب يعني واضح كمان أنا بتسألك عن نتائج واضح نتائج من ياسمين أتمنى لكم التوفيق وسعيدين جدا بوجودكم معانا اليوم من ضمن برنامجنا ياسمين نجوم من مدرسة بنات العوجة الثانوية وأيضا أستاذ عودة زهران مدير عام مؤسسة أفكار أتمنى لكم نهار سعيد أتمنى أننا كمان مشاهدين يكونوا استمتعوا بهذا الحوار وهلا خلنا نستمتع بنصائح صحية من ريمة ورجعين